موسيقى الكوفيد-19 هو فيروس من فصيلة الكورونا فيروس وهي فيروس نحن كتير متعودين عليها بس هيدا الفيروس بالزيت اللي هو بيشبه السارس فيروس اللي تشخص بسنة الـ 2002 فيروس جديد يعني العالم ما عنده مناعة ضده بالنسبة لانتقاله لنك الشخص بينقله لشخصين أو ثلاثة وعوارده إجمالا عوارد التهابات الصدرية يعني المريض ممكن يعمل أول يومين تعب بالجسم وجع عضلات بعدين بيعمل سعال حرارة تعطيس ديقة نفس وديقة النفس ممكن تتطور في بعض الناس المصابين بالكوفيد-19 بيعملوا أعراض التهابات الجهاز الهضمي يعني بيعملوا إسهال بيعملوا استفراغ بيعملوا لعية نفس بس مشكلة للأشخاص أكيد أكترية العالم بيعملوا حرارة بس كمان مشكلة بيعملوا حرارة كتير عالية هلأ المرض ممكن يعمل عوارد صدرية وثلاثة أربعة أيام مثل أي التهاب فيروس للجهاز التنفسي المريض يتحسن تدريجيا بس ياخد مخفضات للحرارة ويمشي الحال مين اللي منخاف عليهم من الاشتراكات تبع الكوفيد-19 هن المرضى اللي عندن طبعا مشاكل صحية تانية أمراض قلب أمراض رئة مزمنة أمراض سرطان في دراسات عم بتقول إنه المرضى اللي عندن سكري أو اللي عندن ضغط مرتفع وبياخدوا إدوية كتير للضغط كمان معرضين يصير عندن اشتراكات أكتر من شخص ما عنده مشاكل صحية وطبعا كل مريض فوق عمر معين يعني الكبار بالسن إجمالا أي فيروس أي بكتيريا بتعملهم اشتراكات أكتر من شخص عمره 20-30 سنة يعني هيدا مش بس الكوفيد-19 إذا بيخذ البكتيريا العادة اللي بتعمل التهابات رئوية أي مريض فوق عمر السبعين معرض يعمل اشتراكات أكتر إذا منتطلع على الإحصاءات اللي صدرت من البلاد اللي صار عندن حالات كتير مثل الصين مثل إيطاليا مثل غيرهم كوريا وغيرهم المعدل الوفيات بالمعدل بيكون 3% بس طبعا عند الكبار بالسن معدل الوفيات كتير أعلى يعني يمكن يطلع 12% 13% معدل الوفيات عند الصغار بالسن بيكون أقل بكتير تحت الواحد بالمية يعني هيدا الشي اللي عم بيخوف العالم إنه الكبار بالسن اللي عندن مشاكل صحية هيدا اللي مخوف الناس بعتقد ترجمة نانسي قنقر